موسيقى أسعدتم صباحا مشاهدين الكرام ألامكم إلى موجزي هذه الأنباء كشف المدير العام للمعرض دولي لصيدلة وشبه صيدلة في الجزائر لباريسين أن السوق الأدوية في الجزائر لا يغطي سوى 35% من الحاجية الوطنية وهذا الأمر الذي اعتبره بغير الكافي لتغطية العجز الذي تعرفه السوق الوطنية واعتبر لباريسين على أهمش افتتاح صالون دولي للصيدلة وشبه صيدلة في الجزائر في طبعته التاسعة بسافكس بالعاصمة أن هذه النسبة غير كافية مقارنة مع متطالبات السوق المحلية من الأدوية دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إلى إعطاء دفع قوي لترقية المنتوج المحلي وتطويره إلى مستوى تنفسية مقابل المنتجات المستوردة من خلال تبني استراتيجية وطنية للاتصال قصد تشجيع الجزائرين على استهلاك المنتجات المحلية والاستغناء تدريجيا عن الواردات خاصة غير الضرورية منها أكد لطفي بن جد وزير الداخلية التونسي في حكومة تصريف العمل أنه تم أمس الثلاثة إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف ضرب مواقع في تونس العاصمة وأضاف الوزير التونسي أنه تم إلقاء القفض على شخص وإن عملية ملاحقة المتورطين آخرين مازالت متواصلة مؤشرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن هذه العملية فور انتهاء في الأردن وبعد إقدام داعش على إعدام الطياري الأردني معدلك سسبة نفذت السلطة الأردنية فجر اليوم الأربعاء أقوبة الإعدام شنقا بسجد رشاوي وزياد الكربولي وذلك بموجب أحكام صدرة من القضاء الأردني على المرأة العراقية ومواطنها على خلفية قضايا إرهاب وقالت وزارة الداخلية الأردنية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المجرم أستجد الرشاوي كما تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم زياد الكربولي في ليبيا استدفى مسلحون مجهولون أمس ثلاثة سفارة السودانية بالعاصمة رابلوس بقد فيها بقنبلة يدوية محلية صنع دون حضوط أي حسابة بشرية وقال عيسام النعاس متحدث القوة الأمنية المشتركة بطرابلوس إن المسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا مقار سفارة السودانية لدى ليبيا بقد فيها بقنبلة يدوية محلية الصنع دون أن تنفجر ما أدى إلى عدم حضوط أي إصابة بشرية في الصمال أعلى الأدميرال جون كيربي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أمس ثلاثة عن تنفيذ غارة جوية يوم السبت الماضي جنوب البلاد استهدفت المسؤول عن عمليات الخارجية والاستخبارات بحركة الشباب الصومالية يوسف دهيقة وضفهم في مؤتمر صحفي عقده بمقر البندكون إنه يتم حاليا تحديد ما إذا أصفرت العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية عن مقتل دهيقة بذا مشاهدين نصل إلى نهاية موجاتنا الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة